اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام يختص هذا المثل ربما بنصف امته نصف امته نعني بها به الجنس اللطيف المرأة أخت الرجل وأم الرجل وابنة الرجل وشريكة الرجل في مضمار هذه الحياة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور أعيد المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور فكما أن للآيات القرآنية الكريمة في كثير منها أسباب نزول كذلك للأحاديث النبوية الشريفة في كثير منها أسباب ورود سبب ورود هذا الحديث النبوي الشريف أن امرأة سألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم والنساء يسألن رسول الله كما يسأل الرجال رسول الله النساء لما رأينا أن الرجال غلبوا النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجت واحدة منهن أو أبدت عن حاجتها فقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما نسألك فيه وتحدثنا فجلس إليهن صلى الله عليه وسلم وحدد لهن وقتا يجلس فيه إليهن يحدثهن ويجيب عن أسئلتهن فتلك المرأة سألت النبي مستفتية قالت يا رسول الله أرأيتم إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني ومعنى هذا أنها تريد أن تقول لضرتها ومعلوم ما يحدث بين الضرائر من التغاير وقد كتب الله عز وجل الغيرة على النساء فتقول يا رسول الله إذا تشبعت من زوجي بما لم يعطني يعني ما رأيك وهذا وضوحه وبيانه فيما يأتي من أمثلة يعني ربما تجلس إلى ضرتها فتقول اليوم أحضر لنا كباب مشوي وتغدينا وأحضر لنا من الفواكه وأحضر لنا كذا وهو مسكين فقير لا يتمكن من يحضر لها هذا فهي تقول هذا من أجل مغايرة ضرتها يعني تريد إغاظة ضرتها فهي تتشبع بما لم تعطى يعني تريد أن تظهر أنه أكرمها ولم يكرمها وأنه أعطاها ولم يعطيها وأنه أخذها وفسحها ونزهها ولم يكن قد فعل شيئا من ذلك ما قصدها بذلك إلا أنها تغيظ ضرتها وهذا يحصل حتى من النساء اللواتي ليس لهن ضراء يعني ربما تجلس بينها هي تريد أن تغيظ جاراتها تريد أن تغيظ قريباتها صديقاتها فتريد أن تظهر أمامهن بمظهر أنها المدللة المرفهة المغناج التي لا يرد لها طلب والتي يعني لو طلبت الحاجة جئت بحاجتين ولو طلبت الحلة اشتري لها حلتان وغير ذلك وهذا يعني ربما يكون الدافع له التفاخر وغير ذلك فالتفاخر ورؤية الحال على الآخرين والأخريات أمر مذموم إذا لم يكن هناك مغايضة ومضاررة فكيف والحال أنها تريد أن تتشبع من زوجها بما لم يعطيها يعني تريد أن تظهر أنها أعطيت ولم تعطى فقط في مجرد إغاظة ضراتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور وفي هذا مثل عظيم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم حري بنا أن نتأمله وحري بنا أن نستفيد منه بأن لا نقع في المحظور الذي يصوره النبي الكريم في بلاغته العظيمة يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي اللهم صلي وسلم وبارك عليه فبادئ هذه بدئين لا بأس أن نعرج قليلا على موضوع الغيرة التي تكون بين النساء الغيرة أمر فطري والغيرة إذا رأاها وظنها بعض الرجال أمرا سلبيا هي في الحقيقة ليست أمرا سلبيا هي أمر إيجابي فلا يخدمك ولا يعتني بك إلا من يغار عليك لكن هذه الغيرة ينبغي أن يكون لها حدود إذا تجاوزت الغيرة حدودها انقلبت نارا مضرما تحرق الأخضر واليابس وتفسد المودة وتذهب الحب وتبدد الأنس والسكين ربما يلح علي تذكر أمرين أن زوجة صديق لي تزوج زوجها بمرأة أخرى اسمها مريم تلك المرأة في شهر رمضان المبارك ختمت القرآن الكريم مرتين ولم تقرأ سورة مريم لماذا؟ لأن ضرتها اسمها مريم هذه غيرة ليست غيرة حميدة الغيرة إذا زادت عن حدودها مثل ما كان يذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه كان إذا رأى من شدة غيرته كان لا يريد لأبيه أن يقترب من أمه ولا يريد من أمه أن تجلس بجوار أبيه أو يراسق جسمها أو ما إلى ذلك هذه غيرة الغيرة إذا زادت عن حدها انقلبت والعياذ بالله فما أكثر ما تقع الغيرة وقد كتب الله عز وجل على الرجال القتال مع أنه كره لهم وكتب الله عز وجل الغيرة على النساء فإذا ما تعاملت المرأة مع غيرتها على وفق ما يريد شرع الله تبارك وتعالى طبعا أي امرأة في الدنيا لا تريد لزوجها أن يتزوج طيب لنفرض أن زوجها تزوج ماذا تفعل؟ هل تسلط غيرتها حتى تحرق الأخضر واليابس وتخالف شرع الله تبارك وتعالى؟ لا هي تكره أن تأتيها ضرة ولكن إذا ما وقع الأمر عليها أن تتعامل وفق شرع الله تبارك وتعالى إذا تعاملت وفق شرع الله تبارك وتعالى تكون إن شاء الله مستجيبة لأمر الله ولا تكون قد خالفت وعصت أمر الله تبارك وتعالى فتلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن تشبعت من زوجه بما لم يعطني فهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالها وأجابها فقال لم يقل جوابا خاصا بها إنما قال جوابا ينطبق على كل حالة مماثلة أي إنسان يتشبع بما لم يعطاه هو كلابس ثوبي زور التشبع بما لم يعطاه ربما يتصدر للعلم وللفتوى وللوعظ وللتوجيه والإرشاد من ليس كفان وليس عنده رصيد من علم لا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصار ما لديه لبس الجبة مولانا وفوق الرأس كوام ليس عن علم ولكن ربنا أدرى وعلم فقد يملك إنسانا إنسان جبة كأنها خرج ويملك ويلبس عمامة كأنها البرج أو طبق الطائع ولكن ليس هناك رصيد من علم يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه محممة فهذا متشبع بما لم يعطاه أو ربما إنسان يشتري مثل ما يقال البياسم عنده دكتوب 14 يشتري قلما بثمن ربما باهظ لكي يقال ما يشتري هذا القلم بهذا الثمن الباهظ إلا من يملك مالا كثيرا وهو ربما من جهة أخرى ما عنده شيء ربما الضرورات ليست موجودة عنده التي لا بد منها من طعام وشراب ودواء وغير ذلك فمن يتصدر للتعليم والتوجيه بلا حصيلة من علم هذا متشبع بما لم يعطاه من يسرف في الملاذ والشهوات والديون تتراكم عليه هذا متشبع بما لم يعطاه من يصدر للناس الفتاوى والأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهو واقع في المنكر هذا متشبع بما لم يعطاه من كان يلوم الناس على تقصيرهم وهو أشدهم تقصيرا هذا متشبع بما لم يعطاه نعوذ بالله من هذا الحال ونعوذ بالله من حال أهل النار المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور ربما يتجاذب الناس الحديث وأطراف الحديث في بعض المجالس أن شخصا ما يأتي إلى مجلس ويضع فيه الطعام إلا ويتجش ويزعم أنه قد أكل وهو يتدور جوعا كل هذا من قبيل التشبع بما لم يعطى فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين أن المتشبع بما لم يعطى هذا يضر نفسه أولا قبل أن يضر الآخرين فالمسلم واضح وخطه صريح ولا يقبل التزيد ولا يقبل المواربة والدهاء الكاذب والعنجهية الفارغة فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور ربما من صور لباس الثوبي الزور أننا لما كنا صغارا في المدارس الابتدائية نتذكر أن بعض أولاد الأغنياء يلبس بدلا من ما تسمى بالكنزة أو السطرة يلبس اثنتين بسبب الغنى لكن هناك أناس يكون عنده مثلا سطرة على شكل سبعة هكذا وتحتها يوجد رقبة هذه الرقبة لها كتفان يلبسان أولا ثم تلبس السطرة الصوفية أو القطنية فوق تلك الذي ينظر هكذا يظن أنه لا يلبس أنه يلبس كساءين أو يلبس سطرتين وهو في الحقيقة السطرة الداخلية هي مجرد رقبة هذه الرقبة متدلية تحت اللباس الخارجي وطبعا يقول أهل اللغة أن اللباس منهما هو شعار ومنهما هو دثار فاللباس الذي يلامس الجلد هذا يسمى شعارا واللباس الذي فوقه يسمى دثارا فهو يلبس رقبة وفوق الرقبة يلبس لباسا آخر الذي ينظر إليه يظن أنه يلبس ثوبين أو يلبس سطرتين وهو في الحقيقة لا يلبس إلا سطرة واحدة والذي تحتها من هذه الرقبة التي تظن أنها سابغة ولابس لجسمه كاملا هي ليست كذلك المتشبع بما لم يعطى إذا حفظ جملة أو جملتين وبدأ يتشدق بها في المجالس يظن الناس أنه يحفظ الكثير وهو لا يحفظ إلا هذا وكذلك الذي ربما يبذل لكي يقول الناس عنه بأنه باذل ربما يوهم الناس أنه يبذل دائما وأبدا وهو تقصد أن يبذل في هذا الوقت لكي فكل تشبع كل ظهور مزيف للإنسان سواء كان رجلان أو كان امرأتان أو كان مجاهدان أو كان كبيرا أو كان صغيرا كل إنسان يلبس ثوبا غير الثوب الذي ألبسه الله عز وجل إياه وظهر للناس ظهورا يوهم الناس أنه دائما هو بهذا الناس كما يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في كلمة من كلماته إن الناس دائما لا يرون إلا الصفحة الظاهرة ولكل وجه صفحتان يعني العملة القطعة النقدية لها وجهان وكذلك ما يبدو للناس منك يا أيها الإنسان ليس بالضرورة أن تكون أو تستطيع الاستمرار على ما بدى وبدر منك فإذا فإذا نفسك نفسك وكذلك نفسك وكل مظهر من هذه المظاهرة لك يا أيها الإنسان رجلا كنت أو كنت امرأة أي مظهر يظهر إذا لم يكن هذا من إسبال ستر الله عز وجل عليك فسرعان ما ينكشف العوار وسبحان ما تبدو العورة وسرعان ما يظهر المستور فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسبل علينا وعليكم سترة المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور والزور مذموما كل الذنب في أي حالة من أحوال الإنسان ألا تذكرون ألا تذكرنا لما سئل النبي صلى عن الكبائر فذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور حتى أشفق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم وقالوا ليته سكت اللهم صلي وسلم وبارك عليه فحذاري حذاري من الزور لا تظهر للناس يا أيها الإنسان على غير ما أنت عليه فبقدر صدقك مع نفسك بقدر صدقك مع ربك عز وجل تكون عاقبتك حميدة وبقدر الزيف بقدر البهرج الكاذب الخداع بقدر ظهورك على غير ما أنت عليه إن الطبعة سيغلب التطبع وبالتالي ينكشف الستار وإذا انكشف الستار كان الإنسان في خسار نووار نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يستر علينا وأن يصبل علينا سترة وأن يجعلنا من الصادقين مع ربهم فإذا صدقوا مع ربهم كانوا صادقين مع دينهم وإذا صدقوا مع دينهم كانوا صادقين مع أنفسهم وإذا صدقوا مع أنفسهم كانوا صادقين مع أمتهم فكانوا خيرا على خير وبركة على بركة وهدى على هدى ونورا على نور اللهم وفقنا يا ربنا واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا واجعل ظاهرنا خيرا وتولنا يا خير المتولين أختم هذا المثل بصيغته وعبارته من هدي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور على سمع الدنيا وبصرها على قاصيها ودانيها على حاضرها وغابرها المسلم صادق المسلم صريح المسلم مأمون في نفسه وفي كل ما حوله المسلم ظاهره كباطنه يرفض تماما أن يتشبع بما لم يعطى لأنه إذا تشبع بما لم يعطى كان لابسا ثوبي زور وليس عليه إلا ثوب واحد إذا حسب الناس أن عليه ثوبين اللهم وفقنا يا ربنا لأن نكون من الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صلي وسلم وبارك وعظم على عبدك ورسولك محمد معلم الناس الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم موسيقى 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 اشتركوا في القناة